اشتركوا في القناة اول على المستوى الوطني والتاني على المستوى العربي رحلة سعيد ما كانت مفرشة بالورود بل واجه العديد من تحديات والعقبات في هذه الحلقة غادي شاركنا سعيد الرحلة الشقة دياله من أول الخطوات في رياضة كرة المدرب على الكراسي حتى اللحظة التتويج والإمجاز استعدوا لسماء هذه الحكاية الملهمة لغادي تشعل قلوبكم سلام سعيد شكرا جيت يخلت الينا اليوم سوف مرتاح؟ والله الحمد لله شكرا على السيطة فاديلكم بغيتك سعب اللاعفك في قلب جيزك تدي الرياضة؟ ديت الرياضة ديالي عندي 18 سرعة وما بديتش تينيس في الول دي الرياضة ديالي ديت الرياضة شخورين درت النتاسيو درت ألعب قيوة درت الفولي مئة أحسنة رياضة دخلت لها في 2008 هي التينيس وماذا تتعجبك فيه؟ هي رياضة أنيقة زوينة فردية رياضة أنا عكي يعجبوني رياضة الفرديين وقدرش أنني في ظرف واجهة أنني نوصل من الأوائل في المغرب وذابا شنو والكلاس منديالك؟ دابا حاليا في المغرب أنا الأول والثاني على انترناسيونال في الرنكينج العالمي ولكن شنو لي جعلك تبدأ في الرياضة؟ باش كنتي صغير؟ أنا من صغيري كنحب الرياضة أنا كنت كنت مننا ندخلش جمعية أنا بحكم ديالي أنايا كنت نسكون في بورغون كنت كنت نلعب كورة في الصغور وجا عندي واحد سيدة لقيت معاه قال لي وش كتعرفت عمك؟ أنا رأى أود البحار قال لي مرحبا بك عدنا بجميع ديالنا وصح بما أنت بمك بدأت نتلقى ديالي وبدأ المشاور ديالي نحوها النجومية كما يقولون ومن صغيرك أنت كتعرف بأنك هندي سبغ؟ لا وقاش تعرفت به؟ تقريبا 17 عام حبست القرية على 15 عام صراحة تواجهت الدومين ديال الصيادة وذلك شيء من الناس الواقرين في الصيد وفي البحار ولكن جاء الوليد قال لي ما يمكنش غتبقى في الدومين شوف شي حاجة اللي ترتاح فيها وزع ما نقيها وتخليك توصل لواحد حاجة اللي بغيت ينتعي ديالك الساعة دخلت الرياضة صافي عمرك تصورتي بأن الباسيون ديالك هي اللي غترجع لحرفة ديالك؟ صراحة ما أخديتش حرفة ارتاحي في الرياضة وبالنسبة لحنا لزنديكاب احنا ضروري خصني كوعدنا واحد البروغرام داخله فيه الرياضة يعني خص دروري تطورها باش يلا تأضابطها مع الحياة وهذا ولي خلاني أنا نشبت بالرياضة الكوات المدرب يعني لقيت فارحتي ولقيت فيها أصدقاء يعني عقلية زوينة إنفو كيت أنقاجها ولا دخلتي ولا قدشيت أنك توصل لواحد نيفو باش تحارب على واحد البلاسة ديالك كأنك تولي جوار ما سهلاش واش نقدرون نقولوا بأن التانيس بحالي عاونك باش تجاوز بعد الحدود ديالك التانيس عاوني بأنني نكافح نجاهد ونربي العزيمة يعني التانيس ما سهلش بالنسبة لزنديكاب من أغلى الرياضات حاليا دبها في العالم كامل أرخص لاشيز غولو كتدير ستين ألف درهم رويت ديال لاشيز كيديرو عشر ألف درهم لغاكات يعني كتوصلت لتلتة ألف درهم ألفين وخمسمية درهم الجميعات هي كتوشكر في هذا القضية هات الشي ديال الليزات لت كتوقعت معهم في الماتريال دعمهم في تغنوة انترنسيونال دبها غدا دعمنا ووقف معنا في الطريق ورقي انت باش بديتي واش كانوا عندك هادلي كيبمو هذا كامل دبا مي كتكون لدي بيتو يعني مي كتكونش تواصل واحد النيفو ديال الماتريال احنا راشيز كتكون عندك ديال الحديد يعني راشيز عادية لها هاتشين كيف هاش انت ترينيتي هاتش بدينا الحمدولله يعني راكيتك انا كمشو السوق ناخدوها بخمسين درام مية درام ومكن لعبو بيع بديت في الفين وثماني او وانا ديك ساعة مكتش دام يعني عام وانا كندي بلاسة ماديينك يكون صعيب مي كان واحد نهار في الفين وتسعود فبقى نعقل في شهر ثلاثة فكرت وقترت انني نستطع نحل واحد بتي بروجي احدى الدار ديالنا هو عبارة عن انني نصوب لباسي ونبيع الافلام للتليفون نصوبهم وهو باش خلاني انني نزيد نجيري راتي ونكمل فعد الرياضة ميمكنش غادي تبشي تنعاس وتقول اسقالي شو اللي باطل يعني ما سهلاش والولدين جاورك باش قلت ليهم بانك دابا حيتم السيادة ودونك دابا غا تضاف السباغ وهذا شنو كان نجاوب ديالهم صراحة الولد دليل كان عندي مشكة كان سعيب يقولين لا والرياضة ما غا تدير لكوالو كنتم أنسيستي على الرياضة وكتبغي نوصل فيها وكتبغي نوصل فيها قرار وهضرت مع الوالدي كنتم أن نبعد الرياضة طافي والسفلن والديد ديقة لي الله يسهل لكواليدي هذي اللي بقى نعقل عليها ونهار لير بحتي لها ميدال اللولة ونهار لير بحتي التغنو اللول وصراحة فتخروا بيها بزاف أول ميدالية بقى نعقل عليها خديتها في الرباط بالبطولة المغربية أول مشاركة ليا حطلت على الرتبة الثانية وهادي كيليج بشارة الدار وفتخروا بيها وصراحة وبنت في تلفازها يعني الحمد لله هذي كي يبدأت أنا بدأت الشغف ديالي أنا نزيد نكمل الفضل رياضة ونعطي فيها كثر عاودي لي ميكا تكون كتلعب بتينيس شنو كتحس هل تكونوا الناس يكونوا الصداع واشنة كتتسمع هاداك شي لكتي أطليت وجور يعني موحترية فكتوصل واحد لدرجة حتيراف يبقى شي بالك لجمهور ميكا تدخل التيران أنسيستي على التيران ديالك وإلا فقط تركيز شوية كيمشي لكلماتش تركز مع اللاعب وتركز مع الليبال وتركز أنك ما تديش اهتمام بالجمهور تينيس وكي بغيس سيلونس نقطة بنقطة ميمكن شي دويس منها وشي واحد يعني يقدر لاربيت إلا دواء الجمهور تجلت المرات يقدر لاربيت يخرجو عمرك خرجت إلى بره باش تدير شي مصابقت على بره من 2014 وانا كنخرج على بره أول ترنوة ديالي بديشها في السويس فيوتر وصلت لدومي فينال بهاديك ترنوة ستعتاش أنني ندري واحد رانكينغ زوين نوصل لـ 107 عالميا منها مشت البلجيكا ومن ثمك بدل مشوار ديالي في ترنوات انترنسيونال من ثمك بديت تتالي 2016 كنخلص الرأسي يريد ديالطيارة لانتكريبس ديالترنوة الواتيق ديالفيزا كنخلصوا من جيبي والآن واش انت ما زال انت وليك تصرف على هادشي كامل هاد العام هاد عندي سبونسور من العام اللي قبل ما كانش عندي سبونسور ميكات الجامعة كتدير معنا واحد قدرت معنا واحد برسونطة الضوين يعني كتعون نفسي ترنوات أصعب حاجة يسبونسور من 2014 وانا كنشارشي على سبونسور دفعت تقريبا الشركات المغرب كامل تقريبا أغلبية كيلي ما كيجوبكش وكيلي كيجوبك يقول لك حنا ما كندعموش لزون ديكاب بالعربية بحركة وكانت واصلت مع شركات أوروبية وكيقولوا لي احنا عدنا هاد الوبسيون ولكن نجي عدنا عيش هنا ونعاونوك انا تعطتني ربعات المرات واحدة في اسبانيا فرانسا والبرتغال وهولندا انا هذي بتجربة ديال وفي المغرب صراحة يعني أنا اللي هذا التقدير هي شركة جروب أوسي بي الفوسفات ومالوحيدين اللي كان عارفوا مدى بأنا حاليا اللي كيعونوا لزون ديكاب كامل على الرئيسة المغرب كامل لزون ديكاب كيوقفوا معاو كيعونوها مع مركمة ممتيج جوستم وانت مشي والصراحة فكرت ولكن أنا بحكم أنني انجاجيت مع المنتخب وبديت واحد بكاريير اللي لمساهرش توصل له وفكرت تراجع شوية ولحد الآن أنا مزاك نفكر صراحة مزاك نفكر ولكن الحمد لله دبراني مرتاح ملقيت سبونسور ديالي وقف معايا ومعاوني والجامعاتي عطيانا صراحة أهمية يعني الحمد لله صراحة ونصح أي بطال وإي واحد أنه ما يفقش آمل ماش يقول للجامعة ما كتعوني شو للدولة لا يعتمد على نفسه ويدير واحد الهدف بين عيني وإن شاء الله سيوصل لها في نظر كان شي تطور في الهندس باق من 2008 إلى 2024 تطور كبير 2008 بدأت كان عندنا واحد المدري بسمته طابلو كان عزيزي عليه التينيس وتطور التينيس ووصل لواحد درجة اللي زوينا هو اللي خلنا أننا نزيد ونشبته بهذا الرياضة وكان كيعوننا بزاف يعني يعطينا النصائح كيوجهنا بسببه أنه تطور التينيس ووصل لها وش دام اللي زون ديكابي ووش دا بك تظن بأن يمكن تقدر تغير هاد النظرة احنا غادي نكونوا واقعين أي رياضة اللي زون ديكاب في الدولة ما كيعا ما عطيهاش أهمية كبيرة حنا كنت مدى بنا إن شاء الله نتمنى ويقلسوه مع رسول ويفكروا أن هذا الرياضة ما سهلش اللي زون ديكاب من أصعب الرياضات يعني بطل اللي زون ديكاب ما يقدرش يخدم يعني وباش كي يجي تحارب ويتريني ويوصلوا وحد درجة راب حدا ترى إنجاز وفي نظرك علش كينا هاد ما كايش هاد الاهتمام ما حدا ما كيناش كوميتة أولمبيك في المغرب عمرا ما غا تزاد الرياضة دي اللي زون ديكاب هاد أولا باس دي أي رياضة في أي دولة يعني هي اللي كتحكم في رياضة دي اللي زون ديكاب دابل جامعة دي اللي زون ديكاب عندها تقريبا وحد 15 رياضة يعني جامعة وحدة بس سير 15 رياضة تعيب عليها الحال واش عندك شي ناصح ما تعطيهم لشي بطل ولا شي بنت ولا ودلي عرض غايب دولي ناصحة دي يعني يحاولوا أول حاجة اعتمدوا على رأسهم وميعولوش على النوادي دينا نعول على رأسي والجامعة رعندها واحد دور يميكاش غادي تشدك شبدا كما نزيرو كون رأسك ميكاش كنت وصلت إلى واحد النبو أوتوماتيكمو همك يقلبوا عليك وغادي يجيبوك وغادي يكونوك كتر يعني أنا كنوجه نصيح لأدري صغار والأبطال اعتمدوا على نفسهم ويقلبوا وما نقلسوش نخدمو نخدمو نقلبو ونبحثو أرا قدمي بحثنا ان شاء الله غادي يكون الخير كيفاش الرياضة بدلت حياتك ولا أثرات على حياتك صراحة الرياضة بدلت حياتي 90 درجة أنا ما قرأت بزيال صراحة وكانش عندي فرنسي ما كانش عندي صراحة الانجلي الحمد لله الرياضة خلتني نتعلم اللغات يعني علمتني اللغة الانجلي الحمد لله واللي تكون نتفهم مع الناس على براء يعني ما كان نقاش مشكل في الحيوار مع أي وعد وبالنسبة الفرنسي تعيي يعني تعلمت الفرنسي بالنسبة أسلوب الحيوار دي اللي تبدل يعني الرياضة تقفتني علمتني شحويج اللي خلتني أنا ننضج وننتهر لفراسي نكون نقع في حالتي نكون أسلوب عقلية دي نقية يكون تأسلوب الحيوار دي الحمد لله وفي ذات ديالك واش عامناتك تجاوز مثلا الإعاقة ديالك طبيعا الحال أنا العمر ديالي الحمد لله دي بقين واربعين عام كحس باسي ربقي ما زل نعطي يعني الرياضة ديالي زونديكاب معنى عمر كانوا أحد بطل فرنسي عنده خمسين عام لابن كلاسي خمسة في العالم في تانيز ديالي زونديكاب نحن ديالي أبطال ديال المغرب لدينا مشكلة واحد وأننا لدينا المتريال ما كانش في المغرب يعني خصك تدومون ديالي من برا وغدومون ديالي بمبالغ طائلة يعني مبالغ غالية باش يلا توجد نتايا باش تمشي توجدوا ما قدروا نقولوا بأن الرياضة سمحات واحد اندماج أكتر ديال أشخاص وضعيات إعاقة وصراحة الرياضة تقريبا هي الوحيدة اللي كتخلي الشباب ديال الإعاقة يندامجوا مع بعضياتهم عطيني شي حاجة أخوة ديالي من غير الرياضة اللي كينا في المغرب ديالي حاليا كتخلي اندماج بين المعاقين الصغر يعني الشباب ما كيناش الرياضة هي اللي كينا يعني كتجمعنا احنا بطولة في المغرب كتجمعنا كاس العاش كينين الملتقية ديال ألعاب قيوة كيتجمعون الشباب ديال المعاقين كيشوفوا هذو الأبطال فيهم كيفاش وصلوا هذو كياخدوهم بحلقة يقودوه بين عينهم باش هما كيمشيوا لديورهم ويقدروا يبرزطوا والديهم باش يوقروا معهم واحد شوية باش يخليهم يمشيوا بترينيهم أنا اخديت واحد وحد الوليد جوج دراري كانوا بغير يدخلوا معنا على الخط وبديترينوا معنا وهضرنا مع وليديهم وجابت واحد الوليد جابت وماما ولكن ما قدراش تجيري قلسته في الدار ودب احنا مدابينا كنتمنوا انهم ياخدوا هذو الفكرة ويرجعوا وليداته وانت دب حاليا كتحاول تخدم مع الدراري اخرين ومتلا في الحومة ديالك باش تاوما دخلوا في هذا الميدان صراحة انا تفكير ديالي حاليا كنوجد الالعب الولمبية من هذو الفكرة ديال انني نجيب دراري هي عندي فراسي وكندرسها هي مسهلش ستكون مسؤولية بغينا نحاولو بغينا نخدمو نديرو اكاديمي ديالي صغر ديالي زندق إلا ما كانش اكاديمي ديالي زندق في المغرب عمر الشاب بديل ديالي صغر ما غايب قم حدود وغاتخدم مع ابطال خرين وغاتخدم مع ابطال ضروري يخص لأوين وابطال تكون عندهم أفكار كتكون جريبة يعني شحم حاجة كتكون وش نقدرون نقول بانك مثلا انت كابطال خرين مثلا قدرت تصل تضو على الهوند وعلى القدرات الاشخاص وديات كتكون عنده واحد لبالو كبير خص ما بين الحياة ديالهم العائلة ديالهم ما بين المجتمع ديالنا اعنا ديال بالدرب للقديم يعني كيف يفتخروا بيا ويقولوا صراحة ركن كنا عارف وديك الدرير بطال كرش بطال من هاد الحياة هذا وماشي غير في الدرب كان حسب لأني وصلت رسالة بعد ونتمن يكونوا أبطال أخرين لم يكن لديهم فكرة يعني فكرة أنهم يزيدوا عاون تد شباب صار ونعطيهم تكشي اللي يخذينا في جريبة نعطيه لهم ان شاء الله وشكينين شي أسماء مثلا في المجال الهندسبور اللي هما عاونوك تنشيل قدام صراحة أغلبية أنا عاونت راسي براسي ولكن كان عندي صاحبي اسمي تشوفو أد بوغنيم يعني كنا من الصغور حنا بدينا ما تفارقناش لحد الآن يعني كان تريني وكان سبب أن النفو دي اللي طلع وتعورهم كلاسي تبارك الله يعني رأى تقريبا دوام اللي معيور في مغرب ميك يكون عندك واحد اللي قريب لك وكتكون نفس النفو تعروني ما غدي تزيل كتاب إلا كتيب وحدك صعيد باش طلع وصنف التينيس شكرا شكرا صعيد شكرا